هلو هلو ازايكم عاملين ايه يا ربطكنوا بخير واهلا في الجزء التاني من التحدي اللي كلكم حبته وطلبتوا مني اعمل جزء تاني منه طبعا انا اول جزء اعملته كان باللون الموف وقلتوا لكم في كومنتات اكتبوا لي حابين ايه اعملوا الجزء التاني كلكم قلتوا لي وباكتساح ازرق 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 لازم تعملي اللون الازرق يا اسماء فانتوا طلبتم مني اللون الوحيد اللي انا بحبه يعني هو اصلا اللون المفضل في كل الالوان اللي انا بحبه فالنهاردة جمعت كل الدرجات بتاعة اللون الازرق اللي موجودة عندي في العلبة بتاعة بريمو وطبعا الابيض والاسود ده اساسي علشان افتح واغمق وعمل زل ونور والكلام ده فهم دول الالوان اللي انا هستعملهم النهاردة بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة وبس كده يلا بينا نبدأ اوكي عايزة بس قبل ما نبدأ اوريكم شكل الرسومات عامل ازاي طبعا الورق اللي انا مستعمله هنا هو الورق بتاع كانسون هو 300 جرام الصفحة طبعا كبيرة جدا فانا اسمتها لنصين يعني هو ده الاستعمال بتاعي بصراحة في الورق بتاع كانسون لانه هو حجم الاسكتش كبير جدا فهو ده الورق اللي استعملته في الرسومات اللي انتم شايفينها قدامكم ده وبالنسبة لللزق زي ما انتم شايفين استعملت الوشي تيب جماعة انا دلوقتي او الفترة اللي انا فيها دي بعشق حاجة اسمها الوشي تيب الوشي تيب بالنسبة لي اهم من الاكل والشرب مجد فحلو وجربوه مش هيقطع لكم الورقة خالص خالص مع ان الوشي تيب ده اشطلي حتة كده من الورقة بس يعني انا عمل نفسي انا مش واغدين بالنع المهم اول رسمة بدأت ان انا ارسمها هي الرسمة دي طبعا من الانطباع الاول ممكن تقولوا ان ده موجة بتاعت باح او حد ااخد صورة لشكل القلبة بتاعت الموج اللي هو بيبقى الموج المرتفع ده بس هو في الحقيقة انا عملت كده علشان لما ادمجهم بشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده يطلع كأنهم حاجة واحدة بس في نظام دواير مايبقاش النظام اللي هو الدمج العادي لا يبقى بالنظام اللي انتم شايفينه بالشكل ده بعد كده هبدأ ان انا ازود النجوم النجوم هنا عملاها باللون اللبني الفاتح ويه بستانا شوية وبعد كده بتزود تاني طبقة من النجوم وهي باللون الابيض بس بتبقى كتيرة شوية ومش عايزة نجوم كبيرة انا عايزة تكون زغنطوطة كده وجنب بعض ويه عقبال لما النجوم تنشف هبدأ ان انا ادخل في الرسمة التانية طبعا يا جماعة انا مش بخلص رسمة رسمة علشان هتاخد مني وقت طويل هي قريدي اخدت مني وقت طويل بس عقبال لما دي تنشف بقوم دمجة في رسمة تانية بقوم رسمة حاجة تانية في رسمة تانية فاهميني الرسمة التانية ديت اول لون استعملته هو اللون الازرق او اللون الكحلي وبعد كده بدأت ان انا ازود من فوق لون اسود وطبعا لازم ادمج الالوان مع بعض كويس جدا 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 وبمناسبة دمج الالوان هساب لكم لينك الفيديو دمج الالوان انا كنت عاملاه لازم تروح وتفرجوا عليه علشان هيساعدكم جامد في دمج الالوان ويعقبال لما خلص الرسمة دي هساب لكم شوية من الكومنتات بتاعتكم الحلوة على الفيديو اللي فات وعلى فكرة انتم حبيتوا الفيديو ده جدا وان شاء الله ان شاء الله هثبت النوعية دي من الفيديوهات وشكرا للكلام بتاعكم والدعم بتاعكم على كل حاجة انا بعملها ولو عايزين الكومنت بتاعكم يطلع في الفيديو الجديد ان شاء الله ما تنسوش تكتبولي اي كومنت انتم حبيينه تحت الفيديو ده اوكي بعد كده بدأت ان انا ازود على الرسمة الاولى اخر حاجة وهي الشجرة وبالنسبة لطريقة الشجرة هساب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن تحت علشان تتعلموا رسم الشجر باسلوب سهل جدا وبسيط وبعد كده هبدأ ان انا ادخل في الرسمة التانية يبقى ان كده خلص خلصت الرسمة الاولانية الرسمة التانية بعد ما دمجت الالوان بتاع تستمع هبدأ ان انا ازود خط المبنى وطبعا لازم استنى لما المبنى ده ينشف تماما وبعد كده هزود قطة زغنونة خالص قاعدة على المبنى ده بالنسبة للرسمة التالتة هي بدرجة واحدة وهي اللون اللبني الصريح اللي هو شوفته في اول الفيديو ده بعد كده لما اتأكدت انه اللون الاسود بتاع المبنى نشف بدأت ان انا ارسم قطة او الشكل بتاع القطة بالقلم الرصاص الاول وبعد كده ببدأ ان انا ازود عليه اللون الاسود اوكي وبالنسبة للقطة توباتمان والكلام ده حد تفرج على الفيلم الجديد بتاع باتمان انا لسا بصراحة ما تفرجتش عليه بس كل الناس بتقول ان هو تحفة 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 فمتحمسة جدا ان انا ادخله ولو دخلته هصور لكم بلوك ايه رأيكم لو عجبكم الفكرة دي اكتبلي تحت في الكومنتات اوكي بالنسبة لتالت لا هي رابعة رسمة هي باللون اللبني والرماضي في نفس الوقت طبعا كل لينكات الدرجات بتاعت الالوان دي هتبقى لكم تحت في الديسكريبشن انا قمت عاملة فيديوهات مخصوصة ازاي تكونوا الدرجات دي طبعا بعد لما هتأكد انه الطبقة الاساسية بتاعت الحيطة نشفت او بتاعت اللون اللبني الرماضي نشف هدى ان انا ازود عليها المربعات الزوانونة اللي انتم شايفينها دي على اساس ان هي تديني شكل الطوب او شكل حيطة اوكي اوكي طبعا المربعات دي باللون الازرق اللي هو الكحلي وشوية باللون الرماضي ادتني الدرجة دي بعد كده هاجي لاخر رسمة وهي الرسمة الطويلة شوية رسمتها باللون الكحلي وكمان زودت عليها اللون اللبني بس التركاية بقى اللي انا عملتها هنا انه انا خففت اللون بشوية مية طبعا انتو زي ما انتم شايفين في كل الرسمات اللي انا رسمتها الدرجات ذات نفسها تقيلة انا مش مخففها بالمية خالص لكن في الرسمة دي اتعمت ان انا اخففها بالمية علشان انا قريدي هضيف لسه لها شكل الصحب فلما هضيف لها شكل الصحب مش هتبقى شكلها حلو لانا عايزها تكون على شفافة بعض الشيء علشان الصحب هي اللي يبقى شكلها تقيل اللون بتاعها يبقى شكله تقيل علشان يبقى فيه فرق بين استحابة وبين السماء ذات نفسها وطبعا انا هنا استعملت اللون الابيض وعايز اقولكم ان الرسمة دي اكتر رسمة اخدت مني وقت ومجهود لانه استحابة اللي انتم شايفينها قدامكم دي انا عملتها على خمس طبقات تقريبا او ست طبقات كل شوية لما حاجة تنشف فيها ازود طبقة وراها بحيث ان انا هتدي لها ضل ونور هتدي لها تضل ونور بايه انه انا اخفف اللون الابيض اللي فيها من حتة وازود اللون الابيض من حتة تانية فكده هيديني انه استحابة مش فيك او استحابة شكلها نوعا ما حقيقي وبالنسبة للصحب ان شاء الله هيكون فيه فيديو مخصوص بيتكلم عن رسم الصحب خلاص قريب قوي ان شاء الله هعمل الفيديو ده يعني ممكن ينزل على الاسبوع الجاي او يعني مش هعارفة بصراحة بس ممكن ممكن ينزل على الاسبوع الجاي او طبعا انا هنا على قدم ما بقدر بحاول انمج بين الصحب التلاتة اللي انتم شايفينهم دول وبحاول اطلحهم كأنهم واحد بس في نفس الوقت يبقى فيهم دول ونور وعقبل لما ينشافوا عشان ازود الطبقة كمان هبدأ ان انا ازود امرت وغنطوت قوي او طبعا القطة بتبصر له انا ما بحبش القطة على فكرة خالص 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 بس الرسمة هنا حسيتها كيوت قوي المهم بعد كده اخر حاجة هعملها في الصفحة دي هي ان انا هزود الدرجات اللي انا استعملتها في الرسومات الخمسة اللي انتم شايفينها او الاربعة هما اربعة ولا خمسة واحد نين تلاتة اربعة خمسة هما خمسة وطبعا انتم اكيد قاعدين تقولوا هي اسماء سيبة المربع ده فاضي ليه هي اسماء مش هترسم في المربع ده انا سمعتكم على فكرة وانا هرسم اكيد يعني هرسم حاجة فيه رسمتي هنا اغنية اسمها اي ميسيو انا معرفش بسرعة فيه اغنية اسمها كده ولا لأ بس هي دي الحاجة اللي جات في دماغي ان انا ارسمها شايفين يا جماعة حلوة خطي بجد انا عمري ما شفت خط حلو زي خطي يعني ممكن ممكن انتم تشوفوا انا عمري ما شفت مستحيل هلاقي خط حلو زي خطي كده طحفة يعني كيف هيكت بالحد كده المهم انه هبدأ ان انا ازود قلب والعلامة اللي هي بتاعت التشغيل والاقاف وبقى كده خلصت الرسمة بتاعت النهاردة هشيل اللاز وارجع لكم ويه بس كده يكون الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ويه كمان تعملوا سبسكرايب في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة ويه كمان ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت عايزين الجزء الثالث يبقى باللون ايه اوكي ممكن اصفر ممكن احمر ممكن ازر لا احنا عملنا لون الازرق بقى خلص كده اوكي ويه كمان ما تنسوش تعملوا لي فالو على انفستو جرام كمان انا منزل ريلز وبنزل فيديوهات وبنزل وحاجاتها وحاجاتها تعجبكم اوكي عملولي فولو بس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام